أرض من قصص ألف ليلة وليلة موطن سندباد البحار مليئة بالسحر والألغاز مملكة العطور والألوان أرض بأوجه متعددة متنوعة ومدهشة جامحة بقدر حبها للسلام بلد يعيش تقاليدا ويرحب بالحداثة شروق الشمس في المشرق صوت المؤذن يوقظ المدينة العربية سلطنة عمان هي دولة ساحلية في شبه الجزيرة العربية تبلغ مساحتها ثلاثة أضعاف مساحة إنجلترا تقريبا لكن عدد سكانها لا يتجاوز نصف عدد سكان لندن تقع العاصمة مسقط في خليج محاط بسلسلة جبال صخرية مسقط مدينة مزدهرة يعود الفضل في ذلك إلى السلطان الحاكم قابوس بن سعيد تلقى السلطان تعليمه في أوروبا منذ تسلمه للحكم في البلاد عام 1970 بذل جهودا كبيرة لتطويرها بنية المباني الفخمة لتأمين التعليم والرعاية للمواطنين يحمل المسجد الرئيسي في عمان اسم حاكمها صممته شركتان معماريتان في لندن واستغرق بناؤه ست سنوات تتدلى من القبة التي يبلغ ارتفاعها خمسين مترا إحدى أكبر الثريات في العالم صنعت من قبل شركة ألمانية إيطالية تحتوي على أكثر من ألف مصباح وتزن حوال ثمانية أطنان صنعت سجادة الصلاة العملاقة في إيران تناوب على حياكتها ستمائة نساج لمدة ثلاثة أعوام تتسع قاعة الصلاة الخاصة بالذكور لأكثر من ستة آلاف مصل في المسجد أيضا مكتبة عامة مركز ثقافي وتربوي وديني يعكس روح السلطان اسم العاصمة مسقط يعني مكان الرسو من هنا ولدت قصة سندباد البحار ما زال الإبحار شائعا في عمان على النقيض من عهد السندباد أصبحت النساء الآن بحارات أيضا كالنساء في فريق عمان للإبحار منذ تأسيسه عام 2008 فاز فريق الإناث هذا بالعديد من سباقات القوارب المسؤولة عنه هي الشريكة المؤسسة للفريق ابتسام السالم أحب كل ما يتعلق بالإبحار نعم إنها مغامرة رائعة وممتعة مع الفريق فالجميع يتطور الجميع يبذل أفضل ما لديه لدي فريق رائع هنا وجميعنا يد واحدة إنهن يتدربن لسباقهن المقبل في المسابقات الإقليمية خصوصا يكون أغلب منافسهن من الذكور نحن نحضر لسباق الطواف العربي للإبحار الشراعي إنه أحد أكبر السباقات في دول مجلس التعاون الخليجي وسيكون فكرة رائعة وفرصة جيدة للنساء للإبحار ومنافسة الرجال والفوز عليهم أحيانا لديهن السرعة حيث يستطيع فريق النساء الإبحار بسرعة تصل إلى سبعين كيلومترا في الساعة في خليج عمان على طول الساحل وعلى بعد بضعة كيلومترات جنوبية مسقط وجد أحد عناصر الحياة البرية العمانية ملجأة تعيش غزلان الصحراء العربية النادرة هنا حياة صعبة وفرصا بين الطرقات السريعة والمباني الحديثة تبدو الحيوانات متعبة ومتوترة هذا واضح مع هذه الحركة المرورية على الأقل لديها حراس أمن يعملون هناك لحمايتها من أي أذى علي الغادان واحد منهم جنبا إلى جنب مع زملائه في مركز الحراسة الاحتياطي يحاول أن يراقب أكبر عدد ممكن من الحيوانات كوالده من قبل يكرس وقته لحماية الحيوانات ولسوء الحظ هناك حاجة ملحة لهذه الحماية كمحاولات صيد في المحمية بشكل يومي بشكل يومي نحن نضبط سيارات محاولة صيد لكن مسكنا بالجرم المشهود صيادين تقريباً في الشهرين بين شهرين شهر ونص ما يتعدى شهرين إلا نحن نضبط صيادين والله الأغلبية للصيادين يأخذوهم من الصيد وأيضاً سبب كثرة عمليات الصيد ومحاولات الصيد معنا هنا سبب وقوع المحمية ما بين طريقين طريقة السريعة والطريقة الساحلة وسهولة الوصولهم للغزلان يعني غزلان وجودها بالجنب الطرق السالكة الساحلة والسريعة يؤدي الطريق الساحلي جنوباً إلى مدخل ما يعرف بوادي طيوي وادي النهري لم يجري تطويره بعد كان هناك يوماً ما مرفأ تجاري مهم في مصب النهر كانت بعض البضائع تنقل من هناك سعوداً نحو وادي طيوي على ظهور الحمير ثم إلى القمم والواحات المنخفضة في شبه الجزيرة هذه إنه واحد من الأودية النهرية القليلة في عمان التي تستمر تدفق المياه فيه في موسم الجفاف مورد مهم في بلد صحراوي وهو موطن آمن لسمك الجار المشهور الموجود في كل القنوات المائية العربية تقريباً لتزويد البساتين في أعلى الواد الصخري بالماء تعلم السكان كيفية الري عدد لا يحصى من القنوات المائية الصغيرة تخط الطرقات وتجري نحو المنحدرات العالية وفي بعض الأماكن تبدو المياه متدفقة بحرية وفي أماكن أخرى توجه بقنوات وتتدفق عبر الجبال كالأوردة المغلفة بالسخور هذه الأنظمة المسمات الأفلاج تزود قرى بأكملها وبساتين وحتى نباتات مفردة بالمياه لطالما كانت النخلة واحدة من أهم الأشجار في شمال عمان خصصت لبعضها أحواد خاصة للتأكد من حصولها على الرعاية الأفضل يجلب المزارعون روث الماعز الذي جمع بصعوبة بالغة غالبا من مسافات بعيدة إنه سماد ضروري من دونه لن تكون الزراعة ممكنة في هذه الواحات على نحو المستدام تأخذ النباتات المعادن بعيدا من التربة ويمكن استبدالها بالروث فقط لكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به في هذه البساتين جرى تناقل أسرار تجيير الواحات شفهيا طوال قرون وهو إرث بدأ يتلاشى شيئا فشيئا على سبيل المثال هذه البساتين ليست مزروعة بمحصول واحد ترتفع أشجار النخيل فوق النباتات الأخرى فتحميها من أشعة الشمس الحارقة فالقمح والذرى والموز والبابايا والمانغو وحتى القطن تزدهر في ظلها كلما زاد عمر الشجرة زاد ارتفاعها رغم أن مالكها عمر سالم السعدي كبر مع شجرته إلا أن تجذيبها يتطلب منه مهارة بهلوانية في التسلق تشتهر جودة التمر العماني في أنحاء الشرق الأوسط خصوصا بفضل العناية الفائقة التي يوليها المزارعون لأشجارهم لا يزيل عمر السعدي الأوراق القديمة واللحاء الزائدة فحسب بل يزيل في بعض أوقات السنة رأس زهرة النخيل ويحرص على تلقيحها اعتاد عمر العمل وحده لكنه يتلقى الآن المساعدة من أحد العمال المهاجرين الذين يشكلون تقريبا نصف عدد سكان عمان لن تعيش شجرة النخيل من دون كل هذه الرعاية الأمر الأهم هو التلقيح اليدوي من دونه سيطلف المحصول كله ماذا عنك؟ كيف تهتم بشجر النخيل في المنزل؟ عائلتي في بينجلاديش لقد تزوجت قبل خمسة أشهر مطفال؟ أجل نحن ننتظر طفلا كنت في بينجلاديش لأربعة أشهر قبل أن أعود إلى عملي في عمان وصلت إلى هنا قبل شهر وزوجتي ما تزال حاملا لذلك عائلتي ليست معي هنا لدي فقط أخي الذي يعمل معي هنا يتدفق النهر الصغير ببطء عبر الوادي يتدفق بهدوء بحيث لا يمكن أن يخيل لغريب على المكان أنه لا يتطلب سوى تساقط القليل من الأمطار في الجبال لتحويله إلى سير عرم ولهذا السبب تتمتع قرية ميبام الصغيرة بموقعها المحمي على طول الروافد العليا للنهر إنها آخر قرية في وادي طيوي ويمكن الوصول إليها عبر طريق ضيق ووعر في زمن الهواتف الذكية من المرجح أن يصبح هذا العالم الصغير مقيدا للجيل الجديد ينتهي الطريق عند طرف القرية فقط ممر الحمير يؤدي إلى وادي طيوي صعودا حتى أربعين عاما مضت كان هذا هو الممر الوحيد المؤدي إلى العالم الخارجي لسكان الجزيرة العربية يؤدي الممر من البحر صعودا نحو جبال الحجر حيث كان التجار ينقلون بضائعهم يوما لم يتبقى سوى عدد قليل من الغربان تحلق الآن قد ينضم إليهم النسر المصري أحيانا والذي يطل على الوديان المهجورة كانت البضائع تأتي من وادي طيوي إلى أقصى شمال غرب جبال الحجر حتى العصور الوسطى عاشت الكثير من القبائل المختلفة في هذه الجبال تحتضن منازلها الجدران الصخرية ما تزال بعض القرى مأهولة حتى اليوم لكن لم تدخلها الكهرباء أو المياه بعد اكتسبت السلطنة ثروتها من احتياطي النفط والغاز وتذهب الأرباح لبناء المساكن الحديثة في الوادي لا يزال بعض السكان القدامى يستخدمون أكواخهم الطينية في الجبال على الأقل في بعض الأحيان واحد منهم هو النحال صقر العبري هنا ما تزال نحلاته تجد طعامها يذهب إلى القرية القديمة مرة في الأسبوع على الأقل ويمضي عبر الأزقة الضيقة نحو مستعمرات نحله يعيش نحل العبري في خلايا حديثة مصنوعة من الخشب اعتاد الاحتفاظ بها في تجويف جذوع النخيل المقطوعة تولي السلطات الزراعية اهتماما بالغا للحفاظ على مستعمرات النحل المسمات السلالة العمانية في العام الماضي حضر تصدير ملكات النحل فاقتصرت هيمنتها على ممالك النحل في بلدها الأم فقط طبعا النحل في السنة الواحدة له ثلاثة مواسم الموسم الأول في شهر ثلاثة اللي هو موسم الزهور والموسم الثاني اللي هو موسم البرم والموسم الثالث اللي هو موسم السدر اللي هو يجي في شهر تقريبا أكتوبر النحل العماني طبعا يكون غير شرس بإمكانك يعني تفتح الخلية بدون ما تلبس قنوع ونفس الشي يتميز بصغر حجمه صغير الحجم مقارنة بالنحل مثلا المصري نحل مصري تحصله كبير جدا لكن هذا العماني صغير وغير شرس على العبر أن يفحص مستعمرات نحله بانتظام فحتى في الجبال العمانية لا يملك النحل مناعة ضد الأمراض لحسن الحظ لديه العلاج المناسب يجهز علاجا عشبيا لها كل ما اقتضى الأمر هذا يتساعد في علاج المرض الفروة عن طريق التبخير نستخدم هذه الشجرة شجرة المكل موجودة معنا في مسفات العبريين ثم نستخدم معها شجرة الزعتر الزعتر هذه طبعا قريبة من الشاه الأخضر نخلط هذا مع هذا ونخليه داخل المدخنة لعلاج مرض الفروة طبعا هذا مفيد جدا للعلاج ونحن نستخدمه باستمرار عندما ينهي العبر عمله سيعود إلى الوادي حيث لديه كالكثير من رفاقه القرويين منزل كبير جديد يمتلك أحد أهداف السلطان المعلنة هو ضخ الأموال من قطاع النفط لتحديث البنية التحتية والنظام الصحي والتعليم عند الوصول إلى سن الرشد يحصل كل مواطن على قطعة أرض بالإضافة إلى ذلك تدعم السلطنة بناء المنازل بمبلغ سخي من المال ولكن حتى لو كان الناس يعيشون الآن في ذلات متطورة فإنهم أبعد ما يكونون عن التخلي عن تقاليدهم حتى في المجتمعات السكنية الحديثة ما زال الماعز موجودا ويحافظ على الحرف اليدوية التقليدية إلى ما قبل بضع سنوات عاش سيف العبر وعائلته في وادي طيوي في الجبال وعمل نساجا سد انهيار أرضي للطريق الوحيد المؤدي إلى قريته فتخلى عن كل شيء وانتقل إلى هنا يواصل النزج في مرأب منزله الجديد ما يزال يستخدم نفس النول ويتبع نفس الأسلوب حتى المواد لم تتغير فهو يستخدم فقط شعر الماعز الطبيعي الذي يشتريه مباشرة من الرعاة في الجبال الألوان طبيعية ولا حاجة لإضافات كيميائية يحظى السجاد التراثي بشهرة واسعة طبعا تخليه ثلاث ساعة داخل النار يغلق عن الصبيقة يحظى السجاد التراثي بشهرة واسعة ويشيع استعماله في تزيين الحائط أكثر من استخدامه كسجاد أو للجلوس عليه تتوارث أجيال العائلة مهنة النسيج ليست المهارة فحسب بل أيضا أدوات هذه المهنة هذا طبعا الخشب خشب عتم الحين الأمر هذا صال لتكريبا خمس وستين سنة أمر هذا العتم نحن تعلمنا منه تعلمنا عليه هذا الحين نصال لثلاثين سنة تكريبا أو خمس وثلاثين سنة على هذا الشغل طبعا الغزل نحن نجيبه من الخروف ننبر الصوف ونغزله نخلص غزدينا هذا نجيبه للصبراء نخلص صبغينا نبدأ بعملية تزدي فيما تبقى أشياء كثيرة كما هي تتغير أشياء أخرى أيضا للناسج الزباين مولوء يعني واردة الزباين شيء معمانيين موجودين يعني مواطنين وفيه سواح من اسم الزباين وبالنسبة أنها هي بتظل يعني طبعا بتظل لأننا نحن تعلمنا من أيدادنا ونحن نعلم أولادنا لازم كنا نحافظ التراث يعني لو ما حفظنا عليه بيكون بيضيع نظرا لأن السجادة منسوج يدويا وتستغرق صناعته عدة أسابيع يمكن أن يصبح سعره باهظا خاصة للسياح وهو ما يؤكد أن مهنة النسيج اليدوي مهنة ذات مستقبل في هذا البلد تقع أعلى قمة في البلد ضمن جبال الحجر فيما يسمى بجبل الشمس وتعد من أجمل الأماكن للاستمتاع بغروب الشمس في عمان يخيم الظلام على عمق باطن الجبال كهف الهوتى ذو الرواسب الكلسية هو أرض ساحرة ماء يحل الظلام حتى تبدأ الخفافيش ذوات ذيل الفأر بالتحرك قريبا ستخرج لاستياد طعامها يبلغ عمر كهف الهوتى أكثر من مليوني عام ويمتد إلى حوالى خمسة كيلو مترات في عمق الجبل فيما يسمى ببحيرة السمكة الكبيرة في عمق كهف الهوتى تعيش أسماك الجار البيضاء التي ليست لها أعين تنتشر الأسماك في المياه خارج الكهف وهي هناك ملونة ويمكنها أن ترى قبل شروق الشمس هناك شيء ما يجري في الجبال لقاء سري ربما في قرية جبلية مهجورة على طول الأزقة الضيقة في مسفات العبرين تقود درجات صخرية زلقة لا يغطيها شيء الطريق إلى وسط القرية هناك ضوء في أحد الأكواخ الطينية لقد اكتشفنا السر تقدم وجبة الإفطار كانت تحضر بعيداً في الوادي في المطابخ الحديثة إنها لسكان مسفات العبرين الجدد السياح حول أحمد العبر قريته القديمة إلى فندو لم يتحمل فكرة تلاشي منزل طفولته فأقنع أهله ثم جيرانه فعلياً ليس لدينا مطبخ هنا في المنزل يأتي الطعام من العائلات لأن هدفنا هو مشاركة أهل القرية قدر المستطاع فعلى سبيل المثال نشتري الطعام من أهل القرية إنه مطهو من قبل العمانيين لأننا نريد إشراك أهل القرية قدر المستطاع ليس فقط من خلال الطعام بل في الغرف والخدمات الأخرى لذا لا يمكنني القول إن هذا مشروع خاص بل هو أشبه بمشروع عائلي كبير يقدم هذا الفندق للزائرين القادمين من جميع أنحاء العالم فرصة العيش كالمواطن العماني في مساكن بعيدة عن الفنادق الحديثة وهكذا تعيش القرية الجبلية الصغيرة حال تنهض لاستخدام الأكواخ كمساكن للزائرين فائدة جانبية إضافية تستمر رعاية بساتين الواحات في القرية والمحافظة عليها وكذلك وسائل الري القديمة نظام الفلج هذه الوسائل معقدة جداً ولا يمكن استعمالها إلا من قبل خبراء يقوم الوكير وهو خبير المياه بمراقبة تدفقها حيث لا يمكن غمر كل قطعة أرض إلا لفترة محددة من الوقت يقع مصدر المياه في أعالي الجبال وتوجه المياه مرة واحدة في الأسبوع إلى مسفات العبرين عندما يغلق الوكير أحد الروافد تجد المياه طريقاً آخر من خلال القناطر الإصطناعية والقنوات المفتوحة يعتقد أن نظام الري وصل إلى عمان عن طريق الفرس حوالى ستمائة عام قبل الميلاد وقد أدرجت أجزاء منه على لائحة اليونسكو للتراث العالمي عام 2006 ومثال ذلك فلشدارس القناة المائية الأكبر في عمان حيث تزود مدينة الوحاة نزوا بالمياه تقع نزوا في الطرف الجنوبي لجبال الحجر يعيش هنا حوالى سبعين ألف شخص تشتهر المدينة بسوق الماعز يوم الجمعة يأتي مربو الحيوانات من جميع أنحاء المنطقة للحصول على أفضل الأسعار لماشيتهم تعرض الماعز في حلبة دائرية في وسط السوق تمثل منصة خاصة بها إذا تم التوصل إلى اتفاق يتم إنهاء عملية البيع بالمصافحة بالإضافة إلى دفعة مالية يشبه المزادة العلني ننظر إلى حجمها وإن كان لديها لحم أم لا ونتفحص نوعها وإن كانت تتمتع بصحة جيدة أم لا لا يمكن خداع الخبراء يمكنك أن تعرف من طريقة مشيها وارتفاعها إن كانت بصحة جيدة وبعض الناس يفحصون الأسنان إن كانت لديها أسنان فهي ما زالت صغيرة جدا وإن لم يكن لديها أسنان فهي كبيرة في السن كثيرا ليس لدى الماعز خيار يمسكون بها ويختبرون ملمسها وصفاتها وقد ترفض في النهاية معيار الجودة هنا هو مكان نشأتها من المفترض أن تأتي أفضل المواشي من الجبال الواقعة جنوب غرب نزوة تساق إلى المرعى في القرية الصغيرة حلوت في الطرف العلوي من وادي طيوي تقوم نساء القرية بهذا العمل ففي كل صباح يجمعن ماشيتهن من مختلف المنازل يسقنها إلى أفضل المراع في الجبال وصولا إلى الهضاب يبقى الرجال المسنون في القرية ولأن المدارس مغلقة يوم الجمعة فالأطفال هناك أيضا هناك فقط رجل واحد يستعد للخروج أيضا اليوم دور خميس المقاحم للري واحة عمق بير التي كانت منزلا له ولأفراد آخرين من القرية حتى أعوام مضت تقع في الطرف العلوي لوادي طيوي يمكن الوصول إليها فقط بواسطة الحمير يبدو أن أي منهما لا يتوق للقيام بالرحلة الشاقة إلى العمل الذي ينتظرهما ولأنه ليس لدى أحد شيء للقيام به يوم الجمعة فإن المشهد يتكشف أمام الجميع لا يعرف خميس المقاحم أن هناك مفاجأة بانتظاره اليوم يبدو وادي طيوي في أعالي الجبال ضيقا جدا حتى بالنسبة للحمير تظهر واحة عمق بير بين الممرات الضيقة إلى ما قبل بضع سنوات عاش الناس هنا على مدار السنة يجري تشغيل نظام الري مرة كل يومين فقط يقوم خميس المقاحم بهذا العمل منذ عقود أمضى معظم حياته هنا ورأى أشياء كثيرة هناك صوت صدى ينبئ بحضور زوار أحضر العلماء محمد الرواحي وأندرياس بوركرت وإيفاشلخت هدية لخميس المقاحم جمعته بالأساتذة القادمين من ألمانيا صداقة قديمة فقد درس وعلماء البيئة الزراعية زراعة الواحات لفترة طويلة يمكن العثور على منشوراتهم في مكتبات عمان اكتشف الباحثون أن النباتات التي جلبت في الماضي من خلال طرق التجارة القديمة ما زالت تزرع حتى اليوم وهم يعتبرون أن الحدائق الصحراوية كنز جيني مدفون ولهذا فالهدية إعادة لغارض استعير في الماضي أكثر من كونها مجرد هدية واحة موز عمان فرع نبتة من الحديقة النباتية في جامعة كاسل اكتشف بوركرت النبتة وهي من آخر ما تبقى من فصيلتها في واحة خميس المقاحم قبل أكثر من عشر سنوات وقد سمح له بأخذها لإجراء بعض البحوث أظهرت الفحوصات في مختبرات ألمانيا أن هذا النوع من الموز مقاوم للأمراض والفطريات التي لا تقاومها باقي أنواع الموز الشائع لدينا من المرجح أنها وصلت هنا قبل مئات سنوات عبر التجار الرحالة انقرضت في كل أنحاء العالم لكنها نجت فقط في هذه الواحة التقيت بهم قرب القرية ثم أفستهم إلى حيث نزرع الموز ساعدتهم في أخذ بعض عينات النباتات ثم استحطتهم في طريق العودة إلى القرية إن فهم الواحات العمانية والحفاظ عليها رغم نزوح القرويين المستمر مسألة مهمة للعلماء ولكن بداية إنه وقت الضيافة التقليدية بالحلوة المصنوعة من التمور المحلية والقهوة المبهرة وفي الوقت نفسه حققت واحات الموز العمانية مسيرة ناجحة والموز اليوم موجود في الحديقة النباتية في مصقط وأيضا في مجموعة الموز العالمية لأنه إرث إنساني قادم أصلا من ماليزيا ومن الفلبين عن طريق البحار العمانيين ربما عبر الهن أو زينجبار ثم وصل إلى طيوي وبعدها إلى هنا وقد زرعتموه مع عائلاتكم لمئات السنين نحن ممتنون لعادة بعض مما قدمتموه للعالم بفضل التجارة البحرية من جميع أنحاء العالم كانت عمان دولة غنية وذات نفوز لفترة طويلة كانت سفن نقل البضائع تصنع في جنوب مصب وادي طيوي في مدينة سور لقد كانت المدينة في القرن السادس محورا مركزيا للتجارة مع شرق أفريقيا تدعي الأساطير أنه في يوم من الأيام بنيت قوارب سندباد هنا في أحواض بناء السفن في مدينة سور تسمى السفن التي بنيت هنا بسفن الداو مصطلح جامع يضم أكثر من ستين نوعا من القوارب في هذه المناطق حتى في سور أصبح الآن العمال المهاجرون الهنود هم من يقومون ببناء السفن إنه عمل شاق للغاية يبنى الهيكل من خشب الأرز الناعم أو خشب الصنط فيما يستخدم خشب الساج المتين للعارضة والألواح لقد كان هذا عمل العمانيين لأجال عديدة خالد بن جمعة بن حسون العريمي هو ابن المالك ويدير الأعمال أشخاص تقريبا 15 شخص يشتغلوا أربعة أشخاص أجازة رايحين وتستغرق السفين من بدايتها إلى نهايتها ثمانة شهور تقريبا ثمانة شهور من ثمانة شهور إلى سبع شهور تستغرق السفين هذه السفن الأشخاص من قطر ويستخدمها للسياحة في غطر كل سنة يعني في السنة نصنع سفينتين أو سفينة لأشخاص الغطريين بحسب مميزاتها قد يصل سعر السفينة إلى 200 ألف ريال عماني أي حوالى 500 ألف يورو تشتري شركات بناء السفن خشب الصنط والأرز من هنا في عمان ويستورد خشب الساج من ماليزيا والهند وبورما وجنوب أفريقيا لا يوجد قالب للبناء كل سفينة من سفن الداو هنا فريدة من نوعها هذا حوض بناء السفن الوحيد في الشرق الأوسط الذي لا تزال تبنى فيه سفن الداو يدويا تماما كأيام سندباد تشتري شركات بناء السفن من غديم يعني أبن عن قد يعني الوالد قبل أخوانه وأبوه قد هم في صناعة السفن وهم استمرين محم وإن شاء الله الأولاد أولادنا قيبهم هنا ويستمروا في الشغل إن شاء الله أصبح الداو من معالم سور للمدينة عبق من البحر الأبيض المتوسط ربما بسبب التأثير العالمي الذي اكتسبته من التجار المسافرين لمدينة سور تاريخ مضطرب فقد كانت تحت الحكم البرتغالي في القرن السادس عشر وحررت بعد مئة عام لتقوم فيها نهضة جديدة لكن بعد افتتاح قناة السويس في القرن التاسع عشر فقد المرفأ التجاري أهمية في الوقت الحاضر تعد من أجمل المدن في عمان وتتمتع بالرفاهية تعد منشآت كجسر خور البطح المعلق دليلاً على حداثة المدينة ومع ذلك ما زال بناء السفن نشاطاً أساسياً في سور مثل فتح الخير رأى قبطان عماني هذا المركب التاريخي في اليمن وأحضره إلى عمان حيث أعيد ترميمه بمجهود كبير تقع سور في أقصى شرق الجزيرة العربية وهي أول ما تعانق أشعة الشمس صباحاً وفيها الآن محطة كبيرة لتسييل الغاز الطبيعي يعمل الكثير من سكان سور البالغ عددهم مئة ألف هناك على الأقل في الفترة الحالية يعيد الغاز الطبيعي الثروة والنفوذة لهذه المدينة الساحلية إذا اتجه أحد إلى الداخل من سور فلن يجد سوى صحراء حتى قبل شروق الشمس هناك شيء ما يتحرك بين الكثبان الرملية وبينما لم يكن هناك شيء سوى الظلام قبل قليل يجري الآن الإعداد لسباق أخذت الروبوتات الصغيرة على ظهور الجمال مكان الأطفال الذين اعتادوا ركوبها قبل بضع سنوات باستعمال كل قواهم أعد الرجال ما يبدو أنه جهاز الانطلاق القديم تستعد الجمال وفرسانها الآليون عند خط الانطلاق ها قد انطلقت يحاول الرجال في السيارات تحفيز الجمال بالصراخ والضجيج المخيف كمخلقات صحراوية تولد الجمال بغريزة الحفاظ على الطاقة لذا فهي تحتاج للكثير من التحفيز لجعلها فجأة تحقق إنجازا رياضيا هذه هي وظيفة الصوت المتحكم به عن بعد في الروبوتات الصغيرة الروبوتات أكثر أمانا على السرج من الأطفال الذين غالبا ما يتعرضون لإصابات مميتة في بعض الأحيان في خضم الفوضى التي تسببها الجمال المتسابقة ما إن تبدأ الجمال بالرقد حتى يصبح من شبه المستحيل إيقافها تعد هذه السباقات التي تجري في الصباح الباكر استعراضا للقوة وللجمال وللسيارات بعد شروق الشمس يصبح الجو حارا جدا عند خط الانطلاق من جديد سباق جامح أخير بين الإنسان والجمال ثم ينتهي العرض أكثر من ثلاثة أرباع مساحة عمان مكونة من الصخور والحجارة والصحراء الرملية تقع رمال الشرقية غربية مدينة سور إنه منظر مرعب لتلال رملية تمتد جنوبا على مساحة 12 ألف كيلومتر مربع الامتداد الصحراوي واسع جدا بحيث يمكن رؤيته بوضوح من خلال القمر الصناعي هنا يعيش البدو أهل الصحراء كانت الجمال وسيلة أساسية لبقائهم وكان توفير الحليب والطعام والنقل يعتمد على هذه الحيوانات ورغم أن البدو يعيشون اليوم في منازل مكيفة ويتجولون في سيارات الدفع الرباعي إلا أنهم لم يتخلوا عن جمالهم مثلا عبدالله المغيري وإخواته يكرسون أنفسهم للاعتناء بجمالهم حتى لو كان ذلك يعني إزالة القراد الكبير عنها باستمرار دائما تسبب لها الحكة ليس ذلك مريحا نفس الحشرة إنها تؤذيها لا يوجد الكثير منه على جمالهم نأخذها للطبيب أحيانا نغسل جلدها وجسدها ونقدم لها شرابا لذيذا يتكون من فيتامين سي عسل وزيت البقر تخلط مع الحليب وأحيانا بعض الأقراص إنها تأكل التمور والعشب وبرسيم ألف ألفا لدى الناقى الآن مولود جديد ونحن نشرب أيضا من حليب الجمال إنه حليب صحي جدا في بعض الأحيان يكون اللحم جيدا ليس من جمالي بل من المتجر تعيش عائلة عبدالله المغيري في صحراء الشرقية منذ أجيال عديدة تكونت الصحراء قبل نحو مليوني سنة كوانت الرياح الموسمية الجنوبية الغربية الساخنة وعواصف الشمال الرملية القادمة من الشمال الغربي هذه الكثبان التي يصل ارتفاع بعضها إلى مئتي متر تبقي روعة الشرقية عبدالله المغيري وإخوته هنا لديهم مؤهلات علمية ومنازل وسيارات ومع ذلك قرروا قبل عدة سنوات الاستمرار في كسب رزقهم في الصحراء فهم يقدمون رحلات على الجمال يدير راشد المغيري أكبرهم سنًا العمل من مكتبه في مسقط لكنه يذهب إلى الصحراء كلما استطاع نظلنا جمالنا هنا وضعنا السرجة هنا وضع بشكل جميل بحيث لا يؤذيها وهكذا كان في الماضي ماذا كان الجمل؟ كان شيئًا مهماً جدًا للبدو وليس للبدو فحسب بل للجميع بسبب عدم وجود السيارات حينها لقد كانوا يسافرون على الجمل وهو الصديق المفضل للبدو ما زالت وسيلة النقل القديمة هذه موجودة اليوم حتى لو لم تعد تستعمل للمسافات البعيدة يلقون نظرة ثاقبة على الحياة الصعبة التي كانت تسود يوماً ما منعزلين وعلى اتصال وثيق بالطبيعة ومما لا يقل أهمية عن ذلك أنها طريقة البدو للحفاظ على جزء من أسلوب حياتهم التقليدي كان البدو المسافرون عادةً بعد يوم طويل من السفر بالجمال أو أي وسيلة أخرى يبدأون بتجميع الخشب ويشعلون النار ما نحضره هنا قهوة عمانية لكن القهوة ستكون من دون سكر لأن طعم السكر سيبقى في فمنا من التمر لهذا نبدأ بالتمر أولاً نتناول التمور أولاً ثم نشرب القهوة وهذا ما نفعله دائماً هذه الضيافة الأولى أعيش الآن بين الصحراء والمدينة بسبب العمل وأنا أفتقدها حقاً فنحن نحب الصحراء إنها وطننا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة